بدوره قرر مجلس إدارة النادي المصري الفورسعدي برئاسة دسامير حالبية توقيع غرامة مالية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم قدرها 20 ألف جنيه ضد كل لاعب وأعلن حالبية أيضا تجميد مصحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم وإلغاء المعسكرة الخارجية وإقامة الفريق بصفة دائمة في فورسعيد وذلك بسبب تراجع المستوى وسوء نتائج في الفترة الأخيرة ويعقد حالبية اجتماع طارئا مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسان وابراهيم حسن الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب تدهور نتائج الفريق البورسعدي خاصة بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية مطلع الأسبوع على يد كامبالا سيتي الأغاندية